أوكي لا الديسكتوب رح روح على أوكي جود طيب اليوم اللي رح الموضوع اللي رح نتطرق له هو موضوع كتير مهم وبنفس الوقت إذا بدكم طارق أما جديد على عالم الإدوكيشن يلي هو من وراء كورونا خلقت من أعظم البلاتفورم يلي ممكن نستعملها بالمدارس يلي هي تينكر كاد بالوقت الحاضر هي أونلاين بعد ما صارت أوفلاين بس إنه هوبفولي بالمستقبل يعني هيدا الدس أدفانتج الوحيد فيها بالمدارس إنه مرات كتير بيكون ما عندهم أونلاين كفاية أنا على طول بالترينيجز بيقول للأساسي زي إنه يعني بين إنه نعلم تينكر كاد إن كان على ثري دي يا أما على الأردوينو يا أما على المايكروبيت يا أما على الكود بلوك يلي بعد ما بلشنا فيه أساساً أو ما نعلم لأنه الإنترنت بطيء يا أما ما عنا الإنترنت أنا اللي بقول ضروري نعلم تينكر كاد هيدا نصيحة لأنه جداً مهمة للترينيجز وبتفتح هال واحد هلأ بتسألوني كيف ممكن تنعمل إدارة الصف أنا بقلكم إذا فيه على كمبيوتر الأستاذ إنترنت بتنعمل ديمونستراشن على كمبيوتر الأستاذ وتلميذ بيروحوا بالبيت بيعملوا براكتس هلأ منشوف كيف بتصير الكوميونيكيشن وإذا لأنه في مدارس للأسف على غرف الكمبيوتر طبعا ما فيه حتى إنترنت فهون الأستاذ بيحضر فيديو نحن راح نحضر كم فيديو نحطهن على البلاتفورم لعلق لي للتلميذ يتعرف شو يعني 3D ديزاين وكيف ممكن أنا أشتغل على 3D ديزاين وبعدين هو بيروح بيكمل البروزس بالبيت فعملية التينكر كاد هي جدا أساسية وأنا بقول شو ما كانت لازم تنعطى على القليل يحصتين بالسنة للتلميذ يتعرف على هالتوبيكس يلي موجودين بقلبه هلأ طبيعي أنه ما راح ضيع وقت بموضوع أنه نحن قادرين أنه نفوت على تينكر كاد بإيميل عادة صراحة في شيء اسمه أنا ما عندي كثير لأنه في شيء اسمه ولا مرة اختبرتها بعتقد ايدي اختبرها وبيقول لي أنه فيها نبقى منحكي عنها إذا سمح الوقت أنا اليوم بموضوع 3D ديزاين بدي ركز أنه التكنولوجي عم تتطور يعني اليوم من خمس سنين ما كان فيه تينكر كاد وبنفس الوقت 3D printers ما كانت بهذه التكنولوجي اللي وصلت عليها هلأ البجت طبعا كان غالي والهندلين طبعا كان صعب من سنة ايدي اختبر 3D printer بالكلاب عنده وقت اللي بلش يشتغل على الميك اكس كومبتشن وانا انحسدت منه كمانا بلشت اشتغل على هذا الحسد الايجابي بيسموه انا جبت printer كمانا لحتى اللي مبلش نختبر كيف فينا ندخل 3D design على الكيريكولم واليوم وقت نحكي 3D printer يعني نحنا عم نحكي عن بجت مش اكتر من 250 بتبلش بال250 دولار perfect ومنصير نطلع شوي شوي هلأ بالمدارس وقت يلي نحنا بنعطي training ولا بنعطي consultancy شو منقول منقول نحنا انه مش اهمية الخطوة تكون انه نجيب 3D printer على المدرسة اهمية الخطوة هي ناخد كل الenvironment طبع البرنتر لحتى نعرف كيف نعمل بمحل معين يعني انا من هاي الجمعة كنت بصور عملنا training على 3D printer طلعت الcalibration طبع الhead شوي ما لنا زابطة البلاستيك يلزق على الباد ما نقدر نشيل البلاستيك بصعوبة سو تعلمنا كيف نعمل manual leveling للبرنتر لحتى نقدر نشيل هاي دا البلاستيك عنا كمانا هاي دي الجمعة كنت بيع جلتون بمدرسة طلع فيها problem صغير نزلت عند الوكيل عم بيصلحها تشوف شو هي بعدها بالشركة يعني بعدها بالكارتون مسكرة فاللي بدي اقوله انه اكيد 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 وقت ياللي ميكون عم نشتغل على 3D printer في كتير تحديات لانه اخيرة النهار نحن شو عم نعمل نحن بكل بساطة عم ندوي بلاستيك لحتال نرسم فيها اشكال معينة وهي دا البلاستيك عنده حرارة معينة لازم يشتغل على اساسها واحد لازم نعرف انه هاي دي 3D printer بده كهرباء واليوم يعني من حسن حظنا انه قسم كبير من المدارس عنده طاقة شمسية وهي دي شغلة بتساعد فمفترض ما تنقطع الكهرباء عن 3D printer لانه بدنا نعيد الشغل وشغلة تالتة ورابعة وخمسة انه انا اليوم بدي اعرف كاستاذ اذا يوم من الايام صار عندي 3D printer بالصف ما في الشغل يلي بيعملوه تلميذ اطبع لهم بنفس اللحظة سو بدي استعمل strategy معينة لحتال هال design يلي تلميذ بيعملون يكونوا عم بيخدون واطبعون انا على رواء وا 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 بدي اعرف انه وقت يلي انا بدي اطلب exercise من التلميذ لانه عندي كمية تلميذ كبيرة واكيد يمكن ما اطبع لهم لكل التلميذ بعمل selection فهون كتير مهم تعرفوا انه في constraint بتكون تعطوها للطلاب يعني ما في يجي تلميذ عملكم design 10 سنط ب10 سنط سميك تلحيط 5 سنط ولا ما بعرف قديش في يعني اذا بد تكون properties بدنا نشتغل عليها وان شاء الله وقت during the year ببداية السنة منعمل workshop live على 3D printer كمانا هون منعطيكم كلها لانه اخرت النهار انا 3D printer قد ما تكون سريعة عم تاخد وقت لتطبع للدوكومنت طبعي بس بنفس الوقت بدي انتبه على ال object اللي انا عم بياخده لباقل وقت وباقل رزق وباقل مشاكل يقدر طلع هيدا البروجيكت فاذا بدنا نحكي عن strategy اللي نشتغل على 3D printer بده وقت اكتر من هالقدي فانا بهيدي الintroduction حبيت ضوير انه من اجمل الاشياء يلي فيكن تدخلوها على الكيريكولم ويلي عنده 3D printer بالمدرسة اما بالبيت بيعرف شو انا بحكي فمن اجمل القصص يلي ممكن تعملوها اما تعلموها لتلميذ هي تفتحول هالباب قدام هيدا العالم يلي هو 3D design لانه اليوم فات بعالم الطب فات بعالم الصناعة فات بعالم الازياء فات بعالم البروداك ديزاين فات بعالم الحرب اذا بدكم على المليتري درونز وغيرهم كتير فاليوم هيدا اندستر بحد زيتا 3D printer لانه وصلت لمحل عمطعت عمطعت كواليتي سوبر عالية بهالم معنى هيدا فالانتروداكشن بالطول كتير انا رح اوقف هون وان شاء الله وقت يلي مندعيكم لتحضروا in presence workshop لنشتغل in detail بهيدا الموضوع رح تلمسوا بقيتكم كل يلي انا عم قوله هلا ليش 3D printing بالكريكولم بكل بساطة لانه انا بدي روح على steam project واحد اذا انا اليوم بدي طبق 3D steam اما انا بدي اقول بالمدرسة انه انا عم بيشتغل على steam بكل بساطة 3D printer هي it's a رح اقول it's a must بمحل معين لانه اليوم هايدي التكنولوجي صارت تسمح لكم انه تعملوا هيدا الديزاين اللي انتو بتكون تدخلو على الاردوينو بتكون تدخلو على الروبوتكس بتكون تدخلو على المايكروبيت على اي شي ممكن تعملو انتو بحاجة لتخلقوا product ولا تطبعو بدل ما تجيبو كرتوني وتقصو وتلزقو ويطلع الشغل منه كتير مرتب هلا اكيد في قصص ما فينا نعملها بال3D printer لانه حجم 3D printer عمليا بيطبع الكميرشل يلي نحن عنا يهم بالسوق بيطبعوا 20 سنت بارتفاع 30 سنت يعني ما نحن نحن عن 3D printer صناعية حق 1000 دولارات يلي بتطبع لكم متر بمتر اما شو عرفني فنحن نعمل على 3D printer هلا وقت اللي نحن نكون مقتنعين انه هاي دي سوليوشن رح تخلينا نفوت على عالم الستيم ونعمل موديفكيشن على مستوى الروبوتكس والاردوينو والمايكروبيت اما اي ساعته هون نحن نروح على اناعة انه لازم نفوت بهذه التكنولوجي وشوي شوي متل ما فككنا الصعوبات بالزمانات وقت اللي بلشنا بال EV3 روبوت سوا وهلا عم نفكك بال امبوت حكما الـ 3D برينتر ما رح تعصى علينا ورح نمشي فيها نسيت لكم انه مرات يعني كمان بدنا ننتبه للفليمنت يعني البلاستيك اللي يجي بشكل حبل فهيدا بيتأثر برطوبة بيتأثر بالعمر بيتأثر بالطبخة فمرات كتير بينكسر الحال والبلاستيك سو بدنا ننتبه على كل هاي التفاصيل وهي ما بدنا نحكي كتير بإذا بدكم هلأ فيكن تفوتوا على يوتيوب وتحطوا ترابل شوتينج أما تحطوا ميجر بروblemز فور 3D برينتر فأكيد بيكون فيه كتير ريفيوز على هذا المجيل بس اللي أنا بقلكون يه انه 3D برينتر يلي هلأ صاروا موجودين بالسوق وصلوا على محل كتير منيح يعني صاروا يعطوكم البرفورمس يلي تقريبا انتو بتكون إياها 80% أوكي هلأ تبلش بالتينكر كاد اللي بيوصلني على 3D برينتر نحنا بدنا نعرف انه في عنا طريقين و بليز بتمنى عليكم كمان تكونوا هيك مركزين معي لانه كتير مهم هيد الفكرة اللي عم بشتغل عليها يعني أنا اليوم وقت اللي بفوت على 3D design اللي انتو بتكون تعملوه بأول مرحلة مع طلاب كون هي انه اجي اخذ الكيوب رح تاخد معكم ساعة مش اكتر من ساعة لتفرجون على الماجر الماجر منيبوليشن طبع هيدا هيدا البلاتفورم ومن هوني كو بالرايح تتركوا الكرياتيفي للتلميذ فأنا نحن هون عم نحكي عن المليميتر يعني انا هون عندي هيدا 2 سنتيمتر ب2 سنتيمتر 30 مليميتر والارتفاع بركي باخده 30 مليميتر حكما هو على البد كل اللي لازم يعرف التلميذ انه بمجرد انا ما عملت سيلكشن لو بتلاحظوا في عندكم روتايشن 1 2 and 3 فبشكل كتير طبيعي بقدر اعمل هيدا انا بدي علمها للتلميذ هي انه هون في عندي مثل 1 كيوب 1 سيلندر بس حتى لو انا اعتبره هيدا الابجيك بقدر انا هيدا اعمله روتايشن 90 ديجريز سوري اه سوري 180 ديجريز 180 ديجريز بقدر انا اربو على الكيوب رح اكبر شوية تقشع احسن انا بعدني على نفس الوورك بلان انا هيدا التراينجل يلي قلبته فوقاني تحتيني بقدر حول الهول بقدر بقدر اعمل سليكشن للأوبجيك واذا رحت على الجروب بيخلق مثل هيك كأنه انا في عندي مثل فراغ بقلب البلوك يلي رسمته مثل ما شايفينه هون رح اعمل اندو ورح اعمل سليكشن لتنين اوبجيك واذا رحت على الالين لحظوا الالين قديش عندي هين فأنا بيكفي انه اكبس على وين بدي اعمل الالين وهو بيعمل الالين منت ليش عم فرجي هال منت لقلكم انه انا اليوم بكل بساطة من خلال الباكس يلي هن الباكس السيلاندر السفير والتريانجل اما الروف هود انا كيفين انه اعمل الديزاين يلي بتمنى على يكون انه ما تروحوا على على هايدي المحل يلي بيقول ولا انا اجا على الهيكل والماشين ولا على الالكترونيكس ولا على الفن والماشين واجا اخذ طابة اوكي بس انه شو الادوكيشن الابروتش تبعا اما شو هن الاصص يلي التلميذ استفاد منهم ولا شي عم ياخد رادي ميد بيكتشر ويحط على الورك بلان ما العاز ابدا انا بدي علموا تكنيك ليكون عنده كرياتيفي بمحل ليكون عم يشتغل على بروجت فأول بارت اذا بتلاحظوا انا كل اللي اعمله انه اعطي التكنيك تبع how to draw shapes how to خليني انا ازغر هادي شو how to create whole how to align وبنفس الوقت اذا حبيت اعمل duplication بشكل انه تكون duplication aligned اما نعم نعم عفوا بس بالنسبة ما بقدر باقدر بييني مبيني عندهم هلا انا مش مبيني عندي من زمان راح كتابة معك بشكل طبيعي بس هلأ مبيني اه مبيني عادي بارك الكون ايشن من عنده بعمل بس هبتأكل اوكي شكرا بيانت رجعت ولا راح اعمل شيرين وارجع اعمل شيرين اشوف رجعت بيانت هلا انا مبيني ويش اوكي فأنا اليوم الوحيد اللي لازم عالم اياها للتلميذ هي بالكتولز انا عم بحكي هي duplicate فأنا اذا استعملت الارو كيز وزحت بطريقة على الگريد كل واحدة منا عم بتروح لقدام 10 مليمتر اذا رحت هون على duplicate 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 فمنلاحظ بقى هون انه عم بعمل انا duplication بالشكل يلي equidistant بين بعض ال elements فإذا انا اخدت كم واحدة منا وطلعت ها جيت لهون غيرت لون فبتلاحظوا بنفس اللحظة انا يطلع عندي design مهضوم الولاد بحب انا برجع بذكر انه هلا اللي عم فسر لكم هو كيف انا بستعمل technically هيدا الصوفتور على مستوى الobject على مستوى align على مستوى group على مستوى كيف انا بخلق hole وعلى مستوى كيف بعمل duplication and that's it اذا انتو طلبتم من تلميزكم يعملو لكم projects محدد بالبيت كل يلي اللي عليكم تعملو لا تستردوا هالصورة اما لا تاخدوا ال result طبعكم خضر مش الحال فكل اللي عليكم تعملو انو تروحوا على البطن يلي اسمه send to هون picture of your design بتحط علي download اذا جيت فتحت هون بيطلع عندك البطن يلي رسمت لك وين فانت قدر تعمل اذا بدك simulation للتلميذ وتعرف اذا تشغل وتعطيش وتشجع هون يلي عم تشوفو على الشاشة هن اذا بد تكون مثل مثل communities لتاخدوا مننا ready made projects اهم واحد منهم انا خبروني واستعملت هو thinkivers هيدا من اهم ال platform يلي كل العالم يلي بتعمل 3D design بتحط علي 3D design by category وانتو قدرين تطلعوا تاخدوها وتعملوا لابرنت اذا بد تكون شي ready made فخلصنا الintroduction على مستوى على مستوى general knowledge نحن تلميذنا قدرين نعطيهم project حيال لشي عن كون ية بقلب الصف اما بقلب البيت خزانة طاولة درابزين لبالكون كل القصص يلي هي فيها geometria وفيها creativity بمحل فقادرين يعملوها ورح يبين عندكم skills عند التلميذ بالcreativity وبالimagination عن عن جد رح تتفاجأ باللي ممكن يعملوه اللي أنا بدي 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 ضو علي هيك بشكل كتير سريع لأنه حبيت كتير هالفكرة هايدي انه قبل ما روح على السكيلز يلي فيها فيها دقية اكتر انه انا كيف بقدر من خلال من خلال scratch اقدر اعمل هودل two gears مثل ما شايفين هون واطبعهم على 3D printer ويطلعوا عندي 100% يعني مسنترين وبيعملوا synchronization بشكل طبيعي فاذا انا بروح بفكك هيدا الobject لأشوف كيف انا خلقته اذا قلت له ungroup انا شفته انه انا خلقته هون مثل cylinder لأعمل hole بقلب السيركل فرح شيره على جنب رح فكك عن جديد هيدا لتشوف انه انا بالاول رسمت سيركل وحطيت حوال السيركل مثل مثل oval وعملت لهم duplication وقت اللي عملت لهم combine طلع معي gear 100% ونحن بنعرف شو اهمية الgear بالsteam education فرح ارجع ردة للرسمة ورح روح على new document لفرجيكم بظرف اقل من 3 دقاية كيف ممكن انا اعمل بشكل سريع اه 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 تسمعون اه 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 اذا رح روح على رح روح على الهيد فلاحظوا معي بشكل سريع رح اخذ السيلاندر اوكي رح اخذ 30 by 30 سوري 30 by 30 رح اخذ العلو طبعه 30 مليمتر رح اعمل duplicate قوة زيته اربح نفس العلو ورح اعمله بشكل oval يعني بهال شكل هيدا اوكي رح قرب شوي ورح اخذ الoval على قلب السوركل في هالشكل هلأ تيكون اذا تلاحظوا اما انه صوفت كتير ومثل كأنه هيك في الداير طبعه مكسر فتيكون صوفت 100% بروح انا على السيلاندر وفي شي اسمه sides عندي عشرين sides in total انا بخد على 100 side بعمل تلاحظوا هيدا كمان بخد 100 side لحتى يكون عندي صوفت اكتر من بعد ما خلص sides بعمل selection ل two objects بتأكد انه انه aligned لانه اذا ما كانوا aligned ما رح يثبت معي ما رح يثبت معي الجير برجع باخد هيدا ال oval يلي انا رسمته بعمل control d صار عندي واحد تاني فوق باخد لتاني جهة ليطلع بنفس position وهلأ بعمل selection لتنين بعمل group صار one object بعمل control d برجع بعمل selection شكل انا غل اه سوري سوري خليني بس لحظة بعمل selection وبعمل group صار selected بعمل control d هلأ كمان عملت objects فوق بعمل rotation بعمل rotation like خليني جرب 30 degrees عظيم وهلأ بعمل control d d d and d لاحظوا كمان symmetry ركبت معي مظبوط مرات ما بتصبط معكم حسب degrees اللي انتم بتبرموها هلأ بعمل selection لك k الobject واذا قلت له group صار عندي أنا شو هلأ صار عندي صار عندي gear إلى حد ما باخد cylinder وبعمل hole بالنص وبعمل duplication وبعمله بعمله قاعدة لي طلع معي بهال شكل هيدا فاللي رحت انبسطوا فيه اذا بتلاحظوا هالا اثنية باللي أنا عامله اذا بتلاحظوا اذا بتلاحظوا كيف عملنا مثل hole بالنص وعملنا مثل شفة اما حفة لل axe يلي يلي بده يقعد بقلب الجير هلأ ليش عملنا هالشي هيدا لان وقت اللي نحن نقعد نلعب بالجير بمعنى انه بصير انا قدروا بياصبعي على الجير الجير التاني بده يبرم لحتى ما يطلع لفوق ويفلت انا عملت له مثل شفة وليش هيدا الفراغ عملته لحتى اقدر اكبس الجير ويفوت تيكون البلاستيك عميحنى تقدر فوت الجير بقلب الاكس فكل هود التفاصيل هن تفاصيل حلوين تشتفون مع تلميز كون ليش لانه عن جد بيخلون يفكروا بمشاكل اما ببرودكت نحن نستعملهم بحياتنا اليومية ويكونوا معمولين بهذه الطريقة هلا هيدا البر صلص معي برجع بعيد عملنا الانتروضاكشن عملنا الجنرال نولج عن الصوفتور وتعلمنا كيف ممكن التلميذ يرسم 3D من دون اي كونسترينت شو يعني من دون اي كونسترينت يعني انا اليوم اذا بقل له رسملي جير ما رح حدد له اديش الدياميتر طبع السيركل كم سن في عندي لل للجير ما بحدد له اديش كبر البلايت انا بقل له رسملي خزانة رسملي طولة وبترك الكرياتيفي عنده بطريقة كتير حلوة هيدا اول بارت هو لنطور عنده مهارات 3D ديزاين وعادة نحنا بالكريكل لدينا طرحينا بالجريد 456 اذا بدكون بهالطريقة هيدا البارت الثاني يلي بدي احكي عنه هو كيف انا بدي استعمل 3D ديزاين والتينكر كاد لحتى روح على ستيم بروجيكت بدئئة كتير عالية على مستوى الامplementation ان كان باردوين ان كان بروبوتكس ان كان بمايكروبت اما اي شي اللو علاقة بالprecision فاليوم اذا انا بروح على هيدا الديزاين ايدي فيك تقلنا شو هو هيدا الديزاين هيدا الكليب تبع السيرفو موتور اوكي هيدا اوكي برافو ايدي بتربح معنا شو بتربح روبو ولا زهقين من الروبيات يربح سيرفو موتور برافو فهيدا السيرفو موتور نعمل بدقي كتير عالية على المليمتر اذا بتكون لحتى اذا نكسر الارم السيرفو موتور اللي عنا نحنا يلي بيجي مع الميكو نقدر نطبعه ونعمله ريبليسمت حتى الدياميتر طبع الهول الديستنس بتوين الهول هيدا الفتحة اللي هون هيدا البوزيشن طبع الفتحة اللي بدأت تفوت فيها هيدا نعملت بطريقة كتير عالية هلأ بتسألوني كيف بشتغلها انا بقلكم بكل بساطة كلنا بعتقد منعرف الكاليبر يا أما بالفرنسي اسمها البيئة كوليس ما بعرف اذا بتبين معنى على تتعرف بيئة كوليس أكيد شي فينا وهلأ الحلو فيها انه صارت عم تيجي ديجيتل هيدا عمليا فينا نلاقيها عند اي محل خرضوات اللي بيبيع عدة بالأحرى وسعر ابدا من غالي أفوردبل بتعطيكم بطريقة كتير عالية على المليمتر الواحد فمشان هيك انتو بهالحالة هيدا يلي هي البراكت طبع السيربو موتور طبع الامبوت هيدا ملنة موجودة بقيساتها على الانترنت فانت مشبور تاخد البيئة كوليس وتقيس هود القيسات وأنا إذا بدكن يعني قدمة كتير هالشي هيدا بيعني لأنه اختبرتم مع تلميذ خلقوا هالمساحة لتلميذ خليكون عندكم بيئة كوليس بالمدرسة وجربوا افتحوا هالباب لتلميذ ليختبروها ويجربوها يعني كأكسپيريينس للريبروداكشن بممكن ساعة بركي وقت بينكسر شي عندهم بالبيت بيصير عندهم هالحشرية انه يعملول ريبروداكشن بمحل معين فاليوم انا اللي كنت عم قوله هون هيدا اللي اياس انا ما بلاقي عندي على الانترنت مشين هيك بدي استعمل بيئة كوليس بس اذا رحت على هيدا الابجيك يلي هو نعتبر الباركين جيت اكسس يلي هي كلنا منعرف اردوينو كلنا منقول انه انا هيدا الباركين جيت كيف انت وفيت على المال في عندك مثل تابلو في له بوابة بتفتح مع بطن مع بيعطيك افيشاج كم سيارة دخلت وكم سيارة بعد في محل والتفاصيل كله فنحن عملنا ديزاين رسمناها سوري حدا بيقلي اذا الماوس تشوفو عم تتحرك عندكم ايه عم شوف ايه اوكي فهون بهيدا السبيس منحط السيرفو موتور بهيدا السبيس منحط البوش بطن بهيدا السبيس منحط ال سيارة ديزبلي وهون وهون منحط اثنين LED وحدة حمرة وحدة خضرة فهلأ بتقولوا ليش انت عاملها هيك يعني انه ليش فاصلها عن بعضها بشكل انه منشيل واحدة ومنركبها بقلب الثانية بهيدا الهول اللي هون هلأ هيدا مع الخبرة تبينت انه لحتال تحافظ على ايكليبر معين ولتطلع بالبرنت نظيفة افضل انه نفصل عن بعضهم وبعدين نفوتهم واذا في حاجة لنحط التلزيقة صغيرة سوى بتتلزة انا اللي بقلكم انه هود القطع اللي نحنا بلشنا نشتغل فيهم على 3D design المدارس اللي عم يستعملوا الكيريكولم رح منكون عم نزود بمرات بيكون يمكن ما عندهم 3D برنتر بس انه ما عندهم الوقت يعملوا هال design فرح نزود بكمية معينة من هال solutions لحتال يستفيدوا مننا هلأ السؤال الكبير وين انه انا اليوم كيف بد اعرف ياس السيرفو موتور لحتى افتح له هيدا الهول بشكل كتير precise وهيد ضروري تشاركوها مع تلميذ كون لانه عم تفتحوا باب ليصير التلميذ يعرف انه حتى على الانترنت انا قادر اخد technical details عن objects محددين بقدر لقيهم على جوجل فأنا بروح على على جوجل وبقل له dimension of an LED اوكي بتشوفوا انه اخدنا LED اوكي هلأ هون شايفين الدياماتر طبعه بعتق 5.8 اذا اذا شايف مظبوط هيدا كل اللي انا بحاجة له كل هود ديك التفاصيل انا ما بيعنو لي لانه اخرة النهار ماني محشور بطول الانود والكاثرد وهالتفاصيل التاني اذا بتطلعوا هون من فوق بتشوفوا انه في عند كون هي اكتشلي 5 مليميتر بس مع الاكسترنل سيركل عم بتكون 5.8 فانت الفتحل بدك تعملها مفروض تكون 5 مليميتر فانت بتروح بتعمل هول ب5 مليميتر بنزل متأكد مظبوط الدياميتر طبع اللد هي 5 مليميتر اذا بروح على شي تاني يلي هو مثلا سيرفو موتور اردوينو دايمانشن لكو ادهين فشو بيعطيني هون بعتقد اوكي هلأ في صور بتبقى فيها كتير تفاصيل في صور يبقى فيها تفاصيل اقل فنحنا اكيد مش كل الارقام يلي يلي انا بتشوف تشوف قدامي ممكن عوز وطلع لانه هايدي الارقام حسب الرسمي اللي انا علي ممكن اخذ مننا جزء من الارقام وجزء تاني ما بيعنيني انا كل اللي بيعنيني هون هو شو هو طول السيرفو موتور اللي عم نحكي هون عن 22.5 وهون العرض طبعا هي 11.8 مليميتر فأنا اليوم وقت بدي ارسم هيدا الهول بدي يفكر انه ما لازم يكون اجزاكلي بنفس الحجم لانه اذا انا عملت الهول اجزاكلي على الحجم يلي طبع السيرفو موتور عمليا ما رح يفوت ببعض فمشان هيك انا اللي علي اعمله بدي اذا بدكن بدي الـ 22.5 مليميتر بدي يجرب زيد 1 مليميتر يعني 23 أو 24 واذا طلع شوي واسع ساعت بزغر شوي وبالنسبة للعرض بدي الـ 11.2 sorry 11.8 بيخود 12.8 وبشوف اذا هال 1 مليميتر هي كتيرة ولا قليلة طبيعي طبيعي انه انا ما بيقدر من 1 ترايل طلع الريزالت يلي انا بدي بدي جرب مرة واثنين وثلاثة لحتى اوصل على النتيجة اللي انا بدي اياها نفس الشي اذا بروح على الترا سونيك سانسور لانه هيدا بنعاز كتير الترا سونيك اردوينو دايمانشون فهون كتير مهمة بيبين لك الدستنس يلي هي بين التو سانتر طبع السوركلز بيبين لك العلو الطبع الالترا سونيك بيبين لك سماكة العين اللي هي 12 مليمتر والقياز طبعا اللي هو 45 مليمتر واذا بدك من الهول للهول عندك 41 مليمتر كل هود القيازات بيخلوا التلميذي يفكر خاصة خاصة وقت اللي منحكي وقت اللي منحكي عن التلميذ بالجريد 10 11 12 ما فيكن تتخيلوا وأكيد الأساتذي الموجودين معنا بيعرفوا أنه وقت يروحوا على وانا عم بلمسها بإيدي وقت اللي عم بعمل زيارات لمدارس عم بيختبروني الأساتذي اميش وانا اختبرت اساسا اميش التلميذ عم يتفاعلوا مع هال تكنولوجي هايدي عم نحكي إذا بد كأردوينو فشو لكان وقت يلي انت بتقله لهيدا التلميذ بدل ما تروح على على سوليوشن اللي هي كارتون وما كارتون وتظبط وما تظبط وما بعرف شو أنه تبلش تفكر تعمل هيدا الديزاين على 3D ديزاين وتطبعه بطريقة مرتب يعني أكيد السؤال بيقول طيب أنا إذا التلميذ عملت الشغل تطبعه وين ممكن إطبعه بالحقيقة بأعتقد أنه بلشت المكتبات الكبيرة تحط 3D ديزاين بعد ما عملت تبعي والإنفستيجيشن إذا حدا بيعرف وبيخبرنا عن هيدا التجربة أكيد بيفتح المايك وبيقلنا أنه بهيدا المكتب عم يعملوا 3D ديزاين أما بهيدا المكتب بس أنا أكيد أنه هذه التكنولوجي وهذا السيرفوس سيصير متداول مثل ما عندي صارت الـ color printer والسكانر وكل هالخبار موجودة بالمكتبات من سنين لورا فال3D printer هي رح بتكون كمان سيرفوس سون على المكتبات أنا بقدير فاللي أنا عمجرب فارجيكم عليه بتاني بارت هو أنه نحنا فينا ناخد التنكر كاد لنرسم ديزاين not related to precise dimension وبنفس الوقت نقدر نروح على ديزاين كتير precise ليقدر يعطي الـ dimension يلي انتو بتكون إياها فإذا بتطلعوا بهيدا الرسم يلي هون ما أعزم بارح هشفناها هيدا الرسم أنا رسمته لأعطي solution للروبوت M-Bot 2 لي تثبت على الشاسي لأقدر حط من قدام servo motor علق له إيد من تحت تيصير يعمل حركة يمين شمال 180 بشكل إنه إذا كان ماشي وشايف object قدامه لحتيل يدفش هيدا الـ object على يمين وعشمال ليزيحوا من طريقه فما تتخيلوا إديش كان التشالنج عالي لنقدر ناخد الـ dimension بشكل صح ناخد الـ بطريقة صحيحة هود الخضر اللي هون هن مثل ما نحن منسميها بالعرب الدرج تقوي ولا تسميكة لحتيل الـ bridge هيدا اللي لونه هيدا مثل كرام أما ما بعرف لحتيل ما يطعج كبلاستيك على طوله إديش أنا السميكة بدي أعملها من جوا للـ servo motor يفوت بطريقة وما يتحرك فكل هود اللهم علاقة بالـ challenge اللي ممكن أنتوا تشاركوه مع تلميز كون بعرف أنه يمكن يعني اللي عم نعمله هلأ هو شوي بكير عليه في حال أنتوا ما عندكن بعد 3D برينتر بس اللي بقوله أنا إذا اليوم هالمعلومات اللي عم نتشارك سوى يعني حسيتوا بأهميتها بعتقل صار النيد ورح يعني رح تتوجهوا على الإدارة وصار عندكم كل الحجة لتقولوا للإدارة أنه نحن بهيدا البودجت يلي هو 250-300 دولار عم ناخد المدرسة على محل كتير حلو على مستوى الـ productivity طبع الطلاب إن كان بالـ primary school ولا الكبار بس بيدل عنا يعني موضوع أنا كتير بركز عليه إدارة إدارة هال 3D برينتر ويلي هني أكتر عالم مخولين إنه يدروها بشكل صحيح هو نحنا لأنه يعني رح يكون عندكم الترينيج وعندنا النوهاو تنتعامل معه على مستوى التكنولوجي باعتقد باعتقد إنه اللي بدي قوله بدي قوله غطيته بهذه الـ two parts برجع بذكر إنه مش أكتر من ساعة تعتوا الكورس لتلميسكن كثيوري وتسمحولون يشتغلوا إذا فيه إنترنت سريع لأ وإلا أنا كتير بشجعكن إنه تعتوا هال هال option اللي يشتغلوا بالبيت ويعطوكن الـ result as a picture اللي تحمسوهن على الكرياتيفتي أعتقد يمكن غطينا اللي لازم نغطي صاح مية بالمية في شي نسي تقول لازم تضيف وإنت بالمسبة الـ 3D ديزاين بعتقد هال دي كان كيف أوك ونحن متل ما قلنا لكم أساعد زي إنه على مستوى M-Bot 2 على مستوى بعتقد في رجائدكم الإيد طبع M-Bot 2 كمان وقلت لكم إنه حكينا فيها مبارحة الإيد يلا ولا لا حكينا فيها الإيد مبارحة يمكن ظهر هذا الإيد هذا الـ design الذي نحن عمل الذي نحن عملينه هذا هو لتستعمله بال M-Bot 2 وأنا هون بستفيد من هالكم دقيقة بعد لأ لكم كل حدا يجرب بالM-Bot 2 يستعمل الM-Mechanical Action عنده Two options أول option هي انه يشتري الكت يلي اسمه Smart World Add-on Pack يلي بعتقد فرجعتكم علي أن برحة Smart World Add-on Pack يلي فيها خليني أخذ الامجز يلي فيها Mechanical Pieces ما بارت إذا بتبين هون وفيكن تعملوا فيها هالثلاث موديلات آه سوري كتير صغير الصورة فيكن تعملوا فيها هالثلاث موديلات هذه أول واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة هذه القطعة وهذه القلبة جداً حلوة فيها اثنين سيرفو موتور وفيها Pieces أعتقد حقها بين السبعين والمئة دولار لا أكيد هذه يصلح لي إذا السعر براسه أكثر بس هذه الكتب بها الرينج هذا لكننا اليوم نقول للمدارس أنه قدرين أننا نساعدكم لتتحمسوا وتفوتوا بالميك اكس يعني قبل ما تجوا تشتروا هيد الكت أنا بدي جرب حالي إذا تلميذة قادرين إذا أنا كأستاذ عند الوقت إذا كلها التفاصيل فنحن قادرين نعطيكم نطبع لكم هود الارمز هود الحمر يلي فرجيتكني هون هلأ من شوي بيشتغلوا هندرد برسنت مثل هيد الإيد مثل هيد الإيد تتبين أكبر شوي مثل هيد الإيد هي زيتا نحن عملنا لها ريبروداكشن بس أكيد ما بتعلى وبطوطة بس ما في مشكلة أبدا فيها بيبقى أنه ينشرى هيدا السيرفو موتور يلي بقدر حقه تقريبا يعني مش أكيد بس بين السبعة دولار إذا عندك الرقم اللي أكتر مني أنا ماني كتير دقيق فيه ونهو دي ببعرف إذا السبعة ولا عشرة دولار بس عمليا بدل ما أكون أنا عم بطفع ميت دولار وماني أكيد أنه رح روح على الكمبيتشن تكون على القليلة جربت اختبرت بهيد القطعة ببجت كتير واطئ وساعتها ووقت اللي بتحس حالكم رادي وهيدي الإيد ما عم تعطيكم البرفورمانس المطلوبة لأنه الكيوبز عم بيكونوا عم بيحفوا على الخريطة الساعة بتجيبوا الكت التانية بتستعملوا الموتورين يا أما نحنا بنكون كمانا اخترعنا شو قادي بنكون اخترعنا شي كمانا مع موتور تاني لحتال نرفع الكيوبز عن الأرض ف نحنا الهدف طبع هالساشن اليوم نعرفكم على أهمية الثري دي ديزاين ونعرفكم على المخرجات طبعا كان على مستوى الأردوينو على مستوى المايكروبيت ما حكينا على مستوى الامبوتور على مستوى المايككس كومبيتشن فنحنا بيتصرفكم شو بتعوزوا من أسئلة شو بتعوزوا من من قصص هيك بتكون تضووا عليها ومن ضمن الترينيجز يلي بدنا نعمل هون إن كان ببيروت ولا رح نحاول نطلع على المناطق بنفس الوقت هي إنه نخصص وقت لهالتكنولوجي بوجود برينتر معنا لتشوفوها على الأرض كيف بتتفاعل مع الحرارة كيف منحل المشاكل إذا وقعنا فيها and so on أنا بقلكن شكرا إذا إيدي بدك توقف الريكوردينج نحنا التانين لدينا سيشن كتير مهمة من أهم السيشن رح نعطيكن يعني إنتروداكشن